بهذا في رفع كفاءات عضاء المحكمة والعمال حول كيفية تنسيق وتعامل المحكمة بين الورف الفنية التابعة للمحكمة جاءت مناثبة ازتاح أعمال ورشة التي رأسها رئيس محكمة الحسابات طاهر سليمان حقار محمد حسن آدم هذه الورشة التدريبية التي نظمتها محكمة الحسابات بالتعاون مع برنامج دعم الإدارة الرشيدة التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تقوية كفاءات أعضاء المحكمة والعمال حول النظم والقوانين المعمول بها في مراقبة وتفتيش القطاعات العامة المالية والإدارية تعد دمن سلسلة الورشة التدريبية التي أطلقتها المحكمة في شهر مارس المنصر وذلك من أجل تنصيق العمل بين الغرف الفنية التابعة للمحكمة لا سيما الغرف الإدارية وغرفة المالية والمحاسبة وغرفة الشؤون القضائية رئيس محكمة الحسابات طاهر سليمان حقار من جهته أشار إلى أهمية تنظيم مثل هذه الورشة لتعزيز الكفاءات ورفع القدرات المعرفية كما طلب من المشاركين الاستفادة من خبرات المدربين وتطبيقها على أرض الواقع بغية المشاركة في تعزيز الإدارة الرشيدة وتحزيب الأخلاق التي بدورها تمحد الطريق للتسيير الأمثل للموارد المالية والمعدات والخدمات المختلفة ونشر إلى أن هذه الورشة سبقتها ورش ودورات تدريبية وتوعوية مماسلة ساهمت في تحقيق أهداف المحكمة وإعداد خطة أمل تتمثل في المراقبة والتفتيش والمتابعة وأن هذه الخطة ستستمر لمدة خمس سنوات ترجمة نانسي قنقر